مره واحد الصيف ده عمري دياب ده عشان انت بتحب عمري دياب مبيعات ولا عمري دياب فن ولا ايه انا يمكن ما تعرفيش شخصية عمري مصطفى كويس انا دايما قبل ما اقول اي كلمة بتحقق منها يعني قبل ما اقول كلمة عمري دياب نزلت لكل سوق الكست هم ستة تجار في السوق لو سألت كل واحد منهم بيع تقديه من ده وبيع تقديه من كل السوق هيقولك اللي بقى عمري دياب قد كل المطربين عمري دياب بما قدموا هذا الموسم ولا بتاريخ عمري دياب لو نزلت شريط فاضي حينجح لو نزلت شريط فاضي انت عجبك الشريط عجبك السيدي لا ماينفعش انا اقول لان انا عامل 4 عام انا عامل ويا وعمل بقدم قلبي وعمل اغاني كتير بس ماينفعش اناقول مش حاسس ان المستوى اتغير شوية مش ده عمري دياب اللي يعني اغانيكت بتهزد الدنيا يمكن الالحاح موجود لان كل القنوات بتزيع عمري دياب كل الازعاد بتزيع عمري دياب لكن في النهاية مش حاسس ان في حاجة تغيرك بالعكس انا شايف ان هو مفيش ازاعي تغير بتزعش اللغيرة على قناة الشركة فقط وعالفم مش كل الناس بتسمع بتشوف القناة ومش كل الناس بتسمع لا يعني كل ما بتخش قهوة كل ما بتخش مكان عام بيزيو يبقى هو بيبيع انا ده مش رأي بس انا حب اسألك يعني انا شايف ان هو ادام بنسمعه في كل حتة يبقى هو اكتر واحد باية طيب عمري دياب مين بعد عمري دياب مفيش ايه عمر خليك موضوعي بس شوية انا عشان نكون موضوعي مفيش ازاي مفيش مفيش بعد عمري دياب مفيش لو انت انا ده مش اجابتي دي اجابة السوق دي اجابة التجار دي اجابة المبيعات دي اجابة الجمهور بس السنة دي الصيف ده نزل تامر حسني نزل هشام عباس نزلت انغام نزلت شيرين هيبقى فيه بعد عمري دياب بس فرق كبير قوي مش فرق صغير يعني عارفة لو فيه فرق صغير كنت هول اسم لكن فرق كبير